بسم الله الرحمن الرحيم لأم المؤمنين خديجة رضي الله عنها بنت خويلت وما كان ذلك إلا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد كملت صفاته عليه الصلاة والسلام من حسن خلق وأمانة وصدق وشرف ونسب عليه الصلاة والسلام مما أطمع خديجة وغيرها من النساء بأن ترتبط بهذا الرجل الذي حمل كل الصفات الحسنة هو أيضا النبي صلى الله عليه وسلم حرص أن يرتبط بخديجة مع أنها أكبر منه سنا لكنه صلى الله عليه وسلم حرص لذلك لأن خديجة رضي الله عنها كانت معروفة بالعفيثة الصالحة صاحبة النسب وصاحبة الأخلاق الطيبة لذلك النبي صلى الله عليه وسلم تزوج خديجة وقد أولم لهذا الزواج جزورا أو جزورين وأطعم وحضر هذا الزواج أهل مكة وشهدوا للنبي صلى الله عليه وسلم ولخديجة وهما قد حمل هاتين الصفتين أو هذه الصفات الحسنة وهما كل منهما كفو للآخر النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب خديجة حبا شديدا رضي الله عنها فعاش معها صلى الله عليه وسلم أفضل أيام حياته صلى الله عليه وسلم وكان هذا أيها الإخوة قبل البعثة بخمسة عشر سنة تزوج النبي صلى الله عليه وسلم خديجة قبل أن ينزل عليه الوحي بخمسة عشر سنة وكان عمره على عند أكثر جمهور أهل السير والتاريخ أنه كان عمره خمسة وعشرون سنة وكان عمرها على أيضا قول الجمهور أربعين سنة فالنبي صلى الله عليه وسلم تزوج خديجة وأنجب منها ولم ينجب من غيرها إلا إبراهيم الذي كان من مارية القبطية وكانت جارية عنده صلى الله عليه وسلم أهداها له المقوقس النبي صلى الله عليه وسلم رزق من خديجة بولدين وأربع بنات الأولاد هم القاسم وكان يكن به صلى الله عليه وسلم فكنية النبي صلى الله عليه وسلم أبو القاسم وأيضا عبد الله ورزق أربع بنات طبعا أولاده أيها الإخوة لم يسلم منهم أحد ماتوا وهم صغار أيضا بناته صلى الله عليه وسلم أربع أولاهما زينب ثم رقية ثم أمة كلثوم ثم فاطمة زينب أكبر بناته صلى الله عليه وسلم طبعا بناته الأربع كلهن لحقنا على الإسلام وأسلمنا وهاجرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم لكن هذه البنات الأربع أيضا لحكمة بالغة أن الله جل وعلا أراد أن تتوفى هذه البنات كلهن قبله إلا فاطمة توفيت بعد النبي صلى الله عليه وسلم بستة أشهر أكبرهن زينب تزوجها أبو العاص بن الربيع وهو ابن خالتها هالة بن تخويلت تزوجها ولها قصة عجيبة سنذكرها بعون الله جل وعلا حينما نتكلم عن غزوة بذر موقف عجيب جدا يدلنا على رحمة النبي صلى الله عليه وسلم وحبه لبناته ثم بعد ذلك من بناته الثانية هي رقية رقية أيضا كان زوجها عثمان بن عفان رضي الله عنه الخليفة الثالث وهو من العشر المبشرين في الجنة ثم بعد ذلك أم كلثوم أيضا تزوجها عثمان بن عفان كما ذكر ذلك أهل السير لذلك يلقب عثمان بذنورين لماذا؟ لأنه تزوج ابنتين للنبي صلى الله عليه وسلم والرابعة هي فاطمة وهي حب النبي صلى الله عليه وسلم أم الحسن وقد تزوجها أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه فشهد النبي صلى الله عليه وسلم إسلام بناته كلهن نقف عند هذا الفاصل ثم نكمل بعد الفاصل النبي صلى الله عليه وسلم عاش مع خديجة كما ذكرنا حياة طيبة مباركة كانت يعني تظلها المحبة والرحمة والألفة والمودة كما ذكر ذلك أهل السير فرزق منها هذه البنات وكذلك الولدين وقلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغ أولاده الحلم فماتوا صغارا والنبي صلى الله عليه وسلم هو قدوتنا وأسوتنا نقول هذا الكلام أيها الإخوة وقد ذكرنا فيما مضى أن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم هي مدرسة نستفيد منها ونتعلم منها ونستخلص منها العبرة والعظات والفوائد فالنبي صلى الله عليه وسلم قد توفي له ولدان ومعلوم أيها الإخوة أن من أشد ما يبتلى به الإنسان أن يفقد أولاده نسأل الله جل وعلا أن يحفظ أولادنا وأولادكم النبي صلى الله عليه وسلم وهو الرحمة المهداة صاحب القلب الرحيم عليه الصلاة والسلام قد كلم وابتلي بأن يتوفى ولداه عليه الصلاة والسلام ولم يبلغ معه فكان النبي صلى الله عليه وسلم لكي نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أصيب بكل البلاية منها فقد الولد النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر في حديث أخرجه الإمام الترمذي أن الله جل وعلا إذا أمر ملائكته بأن يذهبوا فيقبضوا عبد أو ابن عبده فلان فتخرج الملائكة فيقبضون روح ابنه فلما تأتي الملائكة بعدما يقبضون روح هذا الغلام لهذا العبد يسألهم ربنا عز وجل وهو أعلم بهم فيقول لهم أقبضتم ابن عبدي فيقولون نعم قال أقبضتم ثمرة فؤاده فيقولون نعم فيقول الله عز وجل وهو أعلم يسأل الملائكة ماذا قال عبدي فتقول الملائكة حميدك واسترجع يعني قال الحمد لله واسترجع يعني قال إنا لله وإنا إليه راجعون فيقول الله جل وعلا ابن لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد الابتلاء أيها الإخوة في فقد الولد قد أصاب النبي صلى الله عليه وسلم فكان صابرا عليه الصلاة والسلام محتسبا هذين الولدين الذين فقدهما صلى الله عليه وسلم ولم يكمل معه أيضا النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على بناته وهو الذي قال عليه الصلاة والسلام من ابتلي من هذه البنات في شيء فأحسن إليهن كنا له وقاية من النار النبي صلى الله عليه وسلم ربى بناته خير تربية وهذا الواجب على كل مسلم ومسلمة أن نربي بناتنا وأولادنا التربية الصالحة ويكون بذلك قدوتنا صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم كان يربي بناته على العفاف والعفة وهذا الواجب على كل ولي أمر أن يربي بناته على كل خير انزوج النبي صلى الله عليه وسلم بناته من خير الرجال وهذا الذي يجب على كل رجل أن يحرص على أن يربي بناته التربية الصالحة وأن يزوجهن الرجال الصالحين الأكفاء أسأل الله جل وعلا أن يصلح لي ولكم البنات والأولاد وأن يعيننا وإياكم على المصائب والبلايا وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبعوا أحسنه والحمد لله رب العالمين